الشمال الشرقي من الهند مقارنة ببقية شبه القارة هذه تبقى هذه الأراضي تقريبا غير ملموسة وغير مستكشفة مما يجعلها من آخر برار الهند العظيمة مليئة بالغموض والتقاليد القديمة إنها ملجأ ناء وجميل جبال شاهقة وأودية عميقة من الأدغال تحتوي على العديد من حيوانات هذه البلاد الفريدة والنادرة يتشارك الإنسان والحيوان خيرات هذه الأرض الغنية لكنها بيئة هشة كذلك ترجمة نانسي قنقر الشمال الشرقي من الهند يتشكل من مجموعة من ثماني ولايات تتواجد على حدود خمس دول وفي نقطة تنوع بيولوجي مهمة ومعترف بها عالميا مع ذلك هي من أقل المناطق استكشافا في كل الهند يسيطر على حدود هذه المنطقة الشمالية أعظم سلسلة جبال في العالم سلسلة جبال الهيمالايا من ضمنها تسع من أعلى عشر قمم في العالم ومع أكثر من ثلاثين جبلا يعلو أكثر من سبعة آلاف متر إنه عالم مهيب مع أقل درجة حرارة متوقعة في أعلى قمة في العالم جبل أيفرست أكثر من أربعين درجة مئوية تحت الصفر ورياح تعصف بسرعة مئتين وثمانين كيلو مترا في الساعة الارتفاعات العليا من سلسلة الجبال هذه قاسية بشكل لا يمكن تخيله الظروف تقريبا بنفس القساوة تحت خط الثلج يسبب تعرض القاسي للرياح انهيارات صخرية متكررة كما ينتج مساحات من الحصى وحواف مسننة قلة فقط يمكنهم تثبيت أقدامهم على تلك المنحدرات الصخرية الغادرة متسلق الجبال الجريء والذي يسمي هذه المنطقة عديمة الرحمة موطنة الباريل خروف الهملايا توازن مثالي ورشاقة يسمحان له بالتحرك بثقة عبر الحواف المسببة للدوار لقد تكيفت هذه الحيوانات بشكل جيد مع نمط حياتها في المرتفعات العالية ومع البرد القارس يبحث هذا القطيع الصغير عن الطعام القليل في المنحدرات كالأشنيات وبعض العشب الجاف تحصل على القليل من الماء فقط من هذا الطعام لذا يجب عليها العثور على جداول نصف متجمدة على جانب الجبل لديها الحق بأن تكون متوترة فهي ليست وحدها يتم افتراس البرال من قبل مفترس شبيه بالأشباح ويكاد أن يكون أسطوريا فهد الثلج مخلوق جميل لكنه مليء بالأسرار قلة هم من سيلمحون هذا الحيوان المذهل حتى إنه شبح هذه السلسلة النائية بالنسبة للبشر الوصول إلى قمم هذه الجبال يعتبر من أعظم الإنجازات لكن بعض الحيوانات تجتاز هذه القمم الشاهقة بشكل معتاد تم تسجيل مشاهدة الإوز مخطط الرأس على ارتفاعات تجاوزت السبعة آلاف متر يهاجر هذا السرب جنوبا فوق الهملايا إلى أراضي الغذاء في الشتاء شمال الهند ستعاني بعض الحيوانات لكي تتنفس حتى حيث مستويات الأكسوجين عند هذه الارتفاعات يمكن أن تكون أقل من نصف مستواها عند سطح البحر لكن الإوز مخطط الرأس يمكن أن يطير حتى ثمانين كيلو مترا في الساعة ويرتفع بمقدار كيلو متر في الساعة العبء الذي يتعرض له جسمها هائل بحيث يمكن له قتل إنسان بسهولة طورت هذه الطيور وظائف أعضاء جسمها لتصبح مذهلة ولتسمح لها بالتأقلم مع هذه الرحلة الصعبة تستعمل عضلاتها الأكسوجين بشكل أكثر فعالية من الطيور الأخرى ورياتها أكبر بكثير بالنسبة إلى رئات البط، الإوز والبجع تسمح هذه الميزات للإوز مخطط الرأس بأن يستفيد بشكل كامل من الأكسوجين المحدود المتوافر وأن يدفع بجسده إلى أقصى حد تسمح له سرعته وتحمله للظروف الصعبة بالطيران لمسافات مذهلة تصل إلى ألف وخمسمائة كيلو متر في يوم واحد مما يسمح له بقهر جبال الهيملايا العظيمة في رحلة واحدة في الأراضي التي تطل عليها هذه الجبال المذهلة تبدأ مناطق متنوعة بالظهور وذلك بفضل التغيرات في الارتفاع والمناخ تظهر مروج جبالية فوق وبين المنحدرات الشجرية وغالباً ما يتردد عليها ضيف المفاجئ الدب الأسيوي الأسود ينمو فراؤه الكثيف بشكل أكثر طولاً حول عنقه مشكلاً طوقاً مميزاً تحته يوجد هلال من الفرو وهذا هو سبب تسميته دب القمر رغم أن معظم وقته في موطنيه في الغابة إلا أنه حيوان يستغل الفرصة وسيسافر إلى أماكن تواجد الطعام الموسمي الوفير في الربيع الجذور والنباتات والأعشاب هي جزء مهم من نظامه الغذائي يعتمد على حاسة شمه المذهلة ليحدد مكان وجبته المحتملة يمكنه حتى أن يشتم اليرقات حتى عمق متر تحت الأرض أو التي تكون مختبئة داخل جذور الأشجار المتعفنة فك قوي ومخالب بطول خمسة سنتيمترات ستنهي بشكل سريع وجود أي مخابر لكن عليه استغلال الموسم الوفير هذا بأكبر قدر ممكن لأنه خلال الشتاء يمكن أن يكون مجبرا على السبات حتى أربعة أشهر من العام في الغابات الموسمية الرطبة عند الارتفاعات الأكثر خفاضا تنشط معظم الحيوانات طوال العام من ضمنها أحد أندر أنواع سعادين اللانجور في الهند والذي سمي تيمنا بمعطافه الملون بشكل مذهل اللانجور الذهبي يعتبر مقدسا منذ زمن طويل بالنسبة لشعب الهيمالايا لكن لم يتم الاعتراف به كفصيلة منفصلة حتى الخمسينيات ولا يزال هناك الكثير لاكتشافه حول هذا الحيوان الجميل ينشط بشكل أساسي في الصباح والمساء مجموعات من حوالي 12 فردا تتغذى في أعالي الأشجار يمكن الحصول على الماء والطعام الكافيين هنا مما يعني ندرة حاجتها لمغادرة عالمها هذا الواقع في أعالي الأشجار ساعدين اللانجور هي من القرود القليلة التي كادت أن تحصر إبهامها بشكل نهائي إنها من التكيفات العديدة نتيجة حياتها في أعالي الأشجار لأنها سريعة ورشيقة تتحرك بسهولة عبر هذه البيئة أرجل كبيرة وقوية تستطيع دفعها بين أغصان الأشجار وتؤمن الأصابع المبطنة الطويلة قبضة محكمة في حين أن الذيول الممدودة بشكل رائع تساعد أيضا على توازنها الحياة في المجموعة ليست سليمة دوما تناول الأوراق الطرية التي كان يرغب بها أحد آخر قد يتسبب في شجار بسرعة في النهاية تستقر المجموعة من أجل الراحة وتنظيف نفسها التنظيف أمر أساسي في المجموعة حيث يساعد على إبقاء الأفراد بصحة جيدة ويساعد على الحفاظ على الروابط بين المجموعة ويخفف من التوتر لكن يجب أن لا يتشتت انتباهها كثيرا يوجد مفترسون في هذه الغابات الفهد المرقط لكن تقوم هذه الأنثى بأخذ الأمور بترون بعد هذه الظاهرات الحارة حيث إنها بشكل أساسي مفترس ليلي هي تصطاد الحيوانات الموجودة على الأرض لكن على هذه السعادين البقاء متيقظة لأنها أيضا متسلقة بارعة مع اقتراب المساء تبدأ بالتحرك خفية وتتجه سعادين لانجور إلى أعلى الأخصان كي تنام على أمل أن تتجنبها هي وأي مفترسات أخرى في الغابة يمتلئ الشمال الشرقي بمثل هذه التنوعات جزئيا بسبب الموقع الجغرافي تتموضع عند تقاطع شبه القارة الهندية آسيا الشرقية والهند الصينية مما يجعلها نقطة التقاء لتنوع كبير من الحيوانات البرية والنباتات من ضمنها الباندا الأحمر الذي تمتد منطقته الغربية حتى شمال شرق الهند يعيش هذا الذكار حياته بشكل منفرد يمضي الكثير من وقته يتغذى على الخيزران والأوراق النظرة لكن بسبب تطوره من أسلاف أكثر أكلا للحوم فمعيدة الباندا الأحمر البسيطة تعاني في عملية هضم هذه النباتات حيث تحصل فقط على ربع المواد المغذية الموجودة سيضيف إلى نظامه الغذائي قليل الطاقة هذا إن سنحت له الفرصة من خلال أطعمة أخرى لكن عندما تكون نادرة قد يخسر حتى 15% من وزنه رغم أنه يتغذى مما على الأرض يفضل أن يكون على الأشجار حيث إنه متسلق بارع لأنه حيوان ليلي فهو ينظف نفسه في الصباح الباكر قبل أن ينام يساعد الفرو الكثيف على المحافظة على درجة حرارة الجسم المهمة جدا ويمكن أن نجده حتى على راحة قدمه لذا التنظيف عملية تحتاج الدقة لكن أنثى عابرة تكفي من أجل الإخلال بنظام نومه تكون الإناث خصبة ليوم واحد فقط في العام لذا هذه فرصة يجب عليه استغلالها النزول السريع ليس مشكلة حين يكون لديك كواهل دوارة تسمح لك بالهبوط ورأسك للأسفل لسوء حظ هذا الذكر لم تعد هذه الأنثى خصبة قد يمر وقت طويل جدا قبل أن تسمح له الفرصة مجددا بإنشاء عائلة تنمو العديد من أنواع الخيزران بوفرة في هذه المنطقة مستفيدة من وفرة مياه الأمطار لكن الشمال الشرقي ليس من أوفر المناطق بالمياه في الهند وحسب بل إنه أيضا يحتوي على بعض أكثر الأماكن وفرة بالمياه على الأرض تتعرض موسينرم في ولاية ميغالايا إلى حوالي 12 مترا من المطر كل عام وذلك بفضل اثنتين من عجائب الطبيعة العظيمتين في يونيو حزيران الرياح الشمالية الشرقية الاعتيادية التي تهب عبر الهند تقوم بعكس اتجاهها تأتي من الجنوب الغربي وتمر فوق المحيط الهندي مما يجلب الرطوبة هذا الهواء المحمل بالرطوبة يتحرك عبر الهند منتجا الرياح الهندية الموسمية موسيقى وكانت لتهب عبر البلاد مباشرة لو لا حاجز جبال الهيملايا العظيم موسيقى تنساب الغيوم الكثيفة إلى الشمال الشرقي ولعدم وجود مكان آخر لتذهب إليه فهي مجبرة على رمي فائضها على الأرض أسفلها موسيقى بالإضافة إلى الحرارة شبه الاستوائية والتعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة تسمح هذه الكميات الكبيرة من الأمطار لبعض أكثر الغابات المطرية في الشمال أن تغطي هذه المنطقة موسيقى تنمو النباتات بسرعة في هذه البيئة موسيقى وهو شيء استغله شعب الكاسي في ميجالايا في موطن الغابة خاصتهم الأنهار العديدة هي موارد مهمة لكنها أيضا قد تصبح صعبة العبور بعد الأمطار الموسمية موسيقى لذا بنا شعب الكاسي جسورا حية مذهلة موسيقى تعلموا كيفية تطويع جذور بعض أنواع الأشجار لتنمو عبر هذه الأنهار موسيقى رغم نموها السريع نسبيا لا يزال ممكن أن تستغرق هذه الجذور أعواما عديدة لتصل إلى الضفة المقابلة وأن تشكل بنية قوية بما يكفي موسيقى صنع هذه الجسور هو مشروع بنائي هائل لشعب الكاسي موسيقى قد يتطلب صنع جسر كبير كهذا عقودا عديدة وقد يدوم لعدة قرون موسيقى لا بد أن معرفة طرق بناء الجسور والحفاظ عليها تمرر إلى الأجيال اللاحقة حيث إن من يبدأ ببناء هذه الجسور فقد يحتاج لأن يكملها أولاده موسيقى المناطق المتنوعة مع ظروف مثالية للنمو أدت إلى وفرة الحياة في شمال شرق الهند موسيقى مع ظهور أكثر من نصف أصناف الأزهار في الهند هنا تدعم هذه الوفرة في الحياة النباتية بدورها التنوع الشديد في الحيوانات موسيقى من ضمنها أكبر حيوانات اليابسة في الهند الفيلولاسيوي موسيقى يمكن لهذه العمالقة أن تنمو لأكثر من مترين ونصف المتر طولا ولتزن أكثر من خمسة أطنان موسيقى تدعى الأنثى الأكبر سنا الأمة الحاكمة وهي تقود القطيع عبر هذه الأرض من خلال عقود من الخارجة هذه الحيوانات الضخمة تحتاج إلى حوالي مئة وخمسين كيلو جراما من الطعام يوميا موسيقى تحتاج أيضا إلى حوالي مئة لتر من الماء لهضم ذلك لذا إنها لا تبتعد أبدا عن المياه موسيقى يوفر النهر فرصة رائعة لخفض الحرارة أيضا باستعمالها لخراطيمها متعددة الاستعمالات كالدوش موسيقى لكن بالنسبة لهذه الصغيرة الأمر يشبه أكثر وقت الاستحمام حيث سيتطلب الأمر منها عدة أعوام لتتقن استعمال خرطومها هذه الأدات متعددة الاستعمالات تحتوي على أكثر من مئة ألف عضلة مما يجعلها قوية بشكل مذهل لكنها رغم ذلك حساسة جدا جامعا بين الشم واللمس يستعمل هذا الخرطوم للتواصل والاستكشاف موسيقى رغم أن الأعشاب تشكل حوالي 80% من غذائها أطعمة أخرى مثل الفاكهة والأوراق ضرورية أيضا لذا تقوم الأم الحاكمة بقيادة القطيع نحوها لكنها تسير باتجاه الخطر الأراضي المحروثة تدمر تدريجيا مساكن الفيلة وتقلصها موسيقى والقطيع الجائع يضطر إلى استغلال ما هو موجود لديه تأتي الفيلة بشكل متكرر إلى مزارع مثل هذه بقايا جيدة كهذه بالنسبة إليها قد تكون كارثة بالنسبة للقرويين لا يمكن للسكان تحمل هذا الدمار بشكل متكرر قبل أن ينتابهم على إحباط الشديد والنتيجة وفاة العديد من الناس والفيلة كل عام جراء هذه الصراعات لحسن الحظ يذهب هذا القطيع بأمان إلى الغابة يطلع فجر يوم جديد في الأدغال المجاورة وعند ضوء الصباح المبكر تتحرك الفصيلة الوحيدة من القرود عديمة الذيول في الهند قرد الهولوك جيبون قردة الجيبون هي المغامرة والبهلوانية في عالم القردة بفضل أذرعها الطويلة ومفاصلها الدوارة يمكن لكل أرجحة أن تنقلها ستة أمتار بسرعة تصل إلى ستة وخمسين كيلو مترا في الساعة تشكل أيديها الطويلة والقوية خطافاً بطبيعتها مما يسمح لها بالتمسك والتعلق بسهولة يمكن أن تقفز لأكثر من عشرة أمتار عندما تكون الأخصان متباعدة أي خطأ في التقدير قد ينتج عنه سقوطها من ارتفاع عدة طوابق إلى أرض الغابة في الأسفل تعيش قردة القبن بالشكل المعتاد في مجموعات صغيرة مشكلة من زوج بالغ وطفلهم الصغير لون الذكور البالغة أسود مع حواجب بيضاء مدهشة بينما تكون الإناث أكثر بياضاً الصغار بلون القجدة لكن سيصبح فراؤها أكثر سواداً مع العمر تشكل الفاكهة الجزء الأكبر من غذاء قردة القبن لكنها تأكل أيضاً الأوراق والحشرات والأزهار مناطقها صغيرة لكنها غالباً ما تتداخل مع مجموعات أخرى لذا نداء تحديد المناطق هو خدث يومي وقردة القبن معروفة بأصواتها الغريبة هذه ترددت هذه الأصوات لألاف السنين عبر هذه الغابات النائية ولقد كان يقلدها مقلد غير متوقع شعب الناجة عميقاً في الأدغال في أقصى شرق الهند تعرف هذه القبائل مستوطنة التلال بمحاربيها الأشداء أكثر تقاليدهم القديمة رعباً صيد الرؤوس رجال الناجة يكسبون مكانة في مجتمعهم عن طريق قتل شخص من قبيلات أخرى ثم أخذ رأسه كان يعتبر أن الرأس مكان المعرفة ومكان روح الإنسان وكان مهماً في العديد من الطقوس لحسن الحظ هذه من التقاليد التي طواها ماضي شعب ناجة يمكن للشبان في هذه الأيام كسب مكانة عن طريق المصارع تحت مراقبة أعين الكبار ما زال شعب ناجة يعتمد على الغابة من أجل الطعام والنباتات العلاجية بينما نساء هذه القبيلة يجمعن هذه الموارد المهمة يخرج رجال من أجل الصيد ترجمة نانسي قنقر يستعملون صرخات مثل صرخات قردة القبن من أجل إخراج فريستهم حيث يمكن قتلها بسرعة بعد هذه الأرض مع استقلال شعوب تلك القبائل حافظ على هذه المنطقة القرون مما سمح لها أن تبقى محمية للحياة البرية الأنواع المعرضة للانقراض كقرد أوراق الفير أكملت العيش في غابات الشمال الشرقي تعيش على قمم الأشجار مجموعات من ثمانية حتى 22 سعداناً وتنضي عدة ساعات يومياً تتغذى على الأوراق والفاكهة التي تجدها هنا من أجل التأقلم مع هذا الغذاء تطورت ليصبح لديها معدة خاصة فيها بكتيريا مفيدة تساعد على تفكيك الطعام صعب الهضم هذا بقفزها مع فرد الجسم كاملاً تستعمل هذه السعادين قوائمها الأربعة من أجل التحرك السريع بين الأشجار تلد الإناث صغيراً واحداً فقط كل مرة تفقد ألوانها مع التقدم في السن حين تصبح أكثر استقلالية اللعب هو جزء مهم من النمو تستعمل الصغيرة اللعبة في استكشاف عالمها واختبار العلاقات لكن تبقى البالغة منها حذرة ومتيقظة لأي خطر حيث إن اللعب الصاخب هذا قد يجذب انتباها غير مرغوب فيه إن الثعبان الهندية يبحث عن وجبة سهلة ينمو لأكثر من ستة أمتار وجسده مجهز بعضلات قوية يمكنها أن تخرج الحياة من أي سعدان غافل كفاية لأن يقع في شركه يعتمد على التخفي والتسلل لينصب كميناً لفريسته لكن يتم كشفه وتهرب المجموعة يغادر الثعبان بمعدة خالية لكن لن يستغرق وقتاً طويلاً ليعثر على فريسة أخرى في هذه الغابات المطيرة الغنية الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسمح لهذه الغابات بالازدهار تملع أيضاً جداول وأنهار الشمال الشرقي وفي بعض المناطق قد يشكل هذا شلالات مذهلة ولا يوجد ما هو أكثر إذهالاً من المنطقة في ولاية ميغالايا حيث تسقط شلالات نوكاليكاي المهيبة مسافة أكثر من 300 متر دون أن يعترضها شيء مما يجعلها أطول شلال عمودي في كل الهن ساحباً الماء من منطقة مساحتها أكثر من 500 ألف كيلو متر مربع القسم الأعظم من مياه الشمال الشرقي يتدفق إلى أحد أكبر أنهار الهند نهري البرامابوترا ينشأ من التبت قبل أن يعود ويدخل هذه المنطقة متدفقاً لحوالي 3000 كيلو متر تحط الأنهار الجليدية والأمطار منحدرات الجبال جارفة الرواسب إلى نهري البرامابوترا مما يسمح للأراضي الغنية بأن تظهر عند ضفافه تماسيح الجارية يعتقد أنها قد اكتسبت اسمها من الشيء الغريب الذي ينمو على أنوف الذكور حيث أن جارا تعني في الهندية ويعاء تنمو هذه لدى الذكور مع التقدم في السن يعتقد أن أولئك ذوي الأوعية الأكبر هم أكثر جذباً للإناث لكن هذا الوعاء ليس لتمتيع النظر وحسب إنه أيضاً أداة يضخم الهواء المضغوط عبر فتحتي أنف الذكر باستعمال هذا الخطم بصلي الشكل يتحول إلى صوت طنين مرتفع يمكن سمعه حتى مسافة كيلو متر عندما تختار الأنثى شريكها سيختفيان تحت السطح ويظلان تحت الماء لوقت قد يمتد إلى نصف ساعة تضع الإناث ويوضها على الضفاف الرملية للأنهار على عكس تماسيح كبيرة أخرى إنها تعاني لتسير بدون ملامسة جسدها الأرض لذا عليها أن تزحف على بطنها إلى المنطقة المختارة تنتظر ظلام الليل لتحفر عشها حيث قد تضع حتى ستين بيضة كبيرة ستحرس هذه الأم العشة لمدة شهرين بينما يحتضن الرمل الدافئ بيوضها بمجرد أن تفقس وتخرج إلى العالم الجديد ستصطاد صغار تمسيح الجاريال اللافقاريات الصغيرة لكن يمكن لهذه الصغار أن تتطور إلى أحد أكبر الزواحف على الأرض يمكن للذكور أن تنمو إلى طول ستة أمتار وخلال نموها ستبدأ بالتوجه نحو فرائس أكبر لكن رغم مظهرها وحجمها المهيبين تلك الفرائس لا تتضمن البشر أسنانها التي كالإبر وفكها الطويل النحيل ليس قادرين على التعامل مع الثديات الكبيرة على عكس ما هو الحال عند بعض أقاربها البعيدة لقد تطورت لتصطاد الأسماك يمكن للنتؤات على حراش فيها التقاط ذبذبات أسراب الأسماك العابرة ويمكن لتلك الفكوك الطويلة النحيلة أن تنسل عبر الماء بمقاومة مياه بسيطة مما يسمح لأسنانها التي تشبه الإبر بأن تختارق أي سمكة في طريقها القدرة الكبيرة لتماسيح القاري على صيد الأسماك جعلت هذه الفصيلة القديمة في نزاع مع الصيادين المحليين من البشر هذه الفصيلة التي كان منها أعداد هائلة يعتقد الآن أن ذاك التعداد الكبير قد انخفض إلى مئتي تمساح فقط في كل الهند تمساح القاري الذي كان يلاحظ بشكل معتاد على طول نهري براما بوترا ربما يكون قد انقرض بالفعل في هذه المياه بموقعه بين جبال هائلة مغطاة بالثلج وأراضي الهند الصينية الاستوائية قد أصبح الشمال الشرقي أرض تنوع وعجائب ما زال الغموض والأساطير يحومان حول هذه الغابات النائية ويؤمنان الحماية لعدد هائل من الحيوانات النادرة والمميزة لكن مع انتهاك العالم المعاصر التدريجي لحرمة هذه الأرض المنسية يستمر الضغط على الطبيعة بالازدياد من أجل نجاة وازدهار الحياة البرية المعرضة للخطر يجب على البشر حماية هذه البلار الهشة ترجمة نانسي قنقر